السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلا وسهلا بكم أيها الأحب نبدأ على بركة الله حلقة جديدة من سلسلة الدروس فيجولستوديو.net هذه الحلقة طبعا يتم تسجيلها بالتعاون مع عدة مواقع عربية الموقع الأساسي هو موقع عرب هاردوير هذا الموقع اللي احتضن الخطوات الأولى في مجال انتاج وتسجيل هذه المحاضرات أيضا موقع عرب تيم أيضا من المواقع اللي الآن فيها كثير من الطلبة اللي يتابعون المحاضرات موقع دجلانة أيضا من المواقع العربية التي تحتضن عدد كبير من الأعضاء وموقع داماس الأخ أحمد فيغو مشكورا قام بإنزال الموضوع ومتابعته في هذه الموقع وإن شاء الله في المستقبل تحتضم مواقع أخرى هذه الدروس وحسب الحاجة وحسب تنميتها وحجمها اللي بالتأكيد السبب الأساسي في توفر هذه الدروس واستمراريتها هو متابعتكم وحرصكم على كل ما هو جديد دعا الله سبحانه وتعالى دائما أن يتقبل عملكم ويثبكم عليه وأيضا أن يعينكم في مشوار الدراسة الطويل واللي يحتاج كثيرا من الصبر اليوم أيضا نحمد الله سبحانه وتعالى على أنه أخيرا خلصت مشاكل الصوت اللي كنا نعاني منها في البرامج هذه أول محاضرة يكون الصوت بهذا الوضوح وإن شاء الله المحاضرات القادمة تكون المسألة أوضح بالتأكيد مثل ما يهمنا أن تكون المحاضرة علميا جيدة فيهمنا أن تكون الأجواء المتوفرة مع المحاضرة بالشكل الأمثل اللي يعينكم ويعيننا إن شاء الله تعالى على أنه تكون سلسلة الدروس الطريقة أسهل وأكثر فائدة لكم إن شاء الله تعالى أخوتي العزاء اليوم المحاضرة تختلف عن المحاضرات السابقة هذه المحاضرة بصراحة هي محاولة تصحيح فكرة المنهج لأن أحنا كنا سابقا نعتمد على كتاب واحد هذا هو الكتاب اللي هو البيجنينج بالفجول سي وكان هذا الكتاب مثل ما تلاحظون الآن فيه كثير دروس متكون من 36 محاضرة فكان الأساس أو الفكرة الأساسية كبداية طبعا أنه بيكون هذا الكتاب هو الكتاب كافي للدراسة المسائل الآن اختلفت أخذت فترة كافية التفكير مع نفسي أنه ما هي الفائدة أساسا من عمل هذه الدروس كانت الفكرة الأساسية أنه أنا كنت محتاجة هذه الدروس في دراستي أقدمت لكم هذه الدروس لأن هذا كانت سبب في دراستي بعد ذلك هذه الدروس وجدت أعضاء كثيرين مهتمين بها حققت الغرض المطلوب منها اللي يخص دراستي فبدأت تفكير أكثر أنه كيف ممكن أنه بنوسع عملنا هل وظيفتي أنه أقدم لكم هذه الدروس وأضعكم في بداية الطريق وأنتم تكملوا الباقي أم أستمر مثل ما تعرفون كان في سلسلة أفلام فيديو أيضا أرفقناها مع الموضوع لأحد الزملاء طلبة يعني كثير من عدوهم قالوا لا أحنا نستمر على الطريقة اللي أحنا يعني متبعيها في هذه الدروس وبالتالي كان قرار أنه بنكمل هذه الدروس طيب الآن المسائل شوي اختلفت لأن الآن مع قرار أنه نكمل هذه الدروس ومع تطور الوقت الأفكار تتطور ودائما أنا بشبه هذه الأعمال مثل البذرة المباركة اللي تبدأ بخصصا صغير على الأرض ولما ترعاها بتكبر وبصير شجرة وأنت يعني بتعرف أنه هي في يوم ما بصير شجرة لكن ما بتقدر مسبقا أنه أنت بتعرف كيف راح يكون شكل هذه الشجرة إن شاء الله تعالى تكون شجرتنا اليوم بنظرتكم إلها وبعملكم أكبر وأجمل من الأوقات اللي مضت وهذا أنا دائما أنه أكد أنه رغم أي ظروف ممكن أنه تمر بيا بشكل شخصي لكن هذه الدروس إن شاء الله تستمر لكن بالمقابل هي بالتأكيد راح تحتاج وقت وقت كثير واليوم بصراحة أنا يعني نضرب مثل ما بيقول مثل عصفرتين بحجر الهدف اليوم من هذه المحاضرة أساسا هو أنه بطلعكم على أنه كيف راح تكون خطة مسيرتنا في موضوع الـ Object Oriented Programming هذا دايقرام حضرته لكم لحتى نحكي أنه كيف راح تكون دراستنا الـ Object Oriented Programming وما هو الهدف له وبنفس الوقت في مجموعة كتب حبيت أن أتكلم عنها لأن هذه الكتب تباعا راح تكون موجودة في داخل المنهج وأيضا راح يكون في عدنا خطة عمل نتكلم فيها شوي عن أنه احنا ليه ندرس أساسا وما هو السبب اللي خلاني أنه بحاول أوسع قاعدة المنهج وكم هي عدد المحاضرات وكيف راح نتعامل معها بالبداية طالما احنا أساسا ندرس موضوع الـ Object Oriented Programming فخلينا قبل ما نبدي بالـ Object Oriented Programming خلينا نتكلم عن أنه ليه احنا الآن بندرس ما هو الهدف الآن مثل ما قلت بداية المحاضرة أنه الآن صار في تحويل للهدف كان مخطط من أنه بضعكم على بداية الطريق إلى الآن أنه لا أنه بنكمل معاكم إن شاء الله يعني إلى أن إن شاء الله أنه ننتهي لما بجدكم أنه كل واحد منكم ليس فقط أنه أصبح هو حامل لشكل الشجرة في داخل نفسه نتكلم احنا عن شجرة التعلم وهذه الشجرة كبيرة في داخل نفسه لأحنا هدفنا إن شاء الله تعالى أنه كل شخص بنعودكم يتحول إلى بالضبط يعني نقول أنه بيزرع بذر جديد وبيحصل أشجار جديدة وبالتالي بنكون إن شاء الله غابة خضراء بتجعل عالمنا أكثر نقاء وبتكون رأي لنا أنه نتنفس هوى نقي طيب مبارك إن شاء الله تعالى اليوم شوي كلام يمكن بيكون بنوع من الفلسفة السبب أنه هذه المحاضرة خلينا نعتبرها يا شباب محاضرة أتكلم فيها مني لألكم محاضرة بنخطط فيها سوية عن المرحلة القادمة كيف راح تكون نخرج شوي عن الكود والبرمجة وهذا الإطار وأنا كان من زمان يعني بدي أن نجلس جزاً وبنتكلم فيها عن الأفكار اللي موجودة عندكم وصلتني كثير خلال هذه الفترة كثير أسئلة كثير ملاحظات فحبيت أنه أتكلم الآن حول هذه الملاحظات إن شاء الله تعالى بالشكل اللي يخدم عملنا خلال الفترة القادمة خلينا شوي نتكلم أول إشي عن الكتب اللي موجودة عندنا واللي إحنا راح ندرسها أو شو هو الهدف من دراستنا قبل ما أتكلم عن هذا الدايجرام خلينا نشوف الشهادات اللي متوفرة الآن حالياً في هذا الوقت طبعاً هذا هو مخطط للMicrosoft Visual Studio Certification فيه Overview وفيه شهادة MCTS وفيه MCITP أو Professional فخلينا نبدأ على بركة الله بنشوف كيف أنه راح تبدأ الأمور عندنا هنا بالبداية كبداية بيقول إلاك راحنا طبعاً الآن نفرض أنه يعني جميع الأخوة الحاضرين معنا يعني بيدرسوا من البداية أول شهادة أنه لازم تحصل عليها هي 7536 أنا سبق لي أنه تكلمت مرة على الشهادات في أول محاضرة في هذا الموضوع لكن الآن أنا لكون أنه بمر عليها شوي بسرعة حتى لأربط المواضيع وبخبركم بالضبط ما هي النواية في الدراسة بهذا الموضوع أول شهادة بتحصل على شهادة 7536 هذه الشهادة من الشهادات المهمة اللي هي بتكون البداية اللي على أساسها تنطلق للحصول على شهادة MCTS سواء في الفيديو ستوديو 2005 أو في الفيديو ستوديو 2008 أحنا الآن ماننا علاقة بـ 2005 أحنا بنحكي عن 2008 خلينا نشوف هذه الشهادات 2008 في أنواع عديدة من الشهادات بالنسبة لـ 2008 بعض من هذه الشهادات يختص أنه بكيفية إنشاء تطبيق على مجرد كومبيوتر واحد بعض من عدها بيختص أنه كيف بتنشو Distributed Application هذه وظيفتها أو يعني بتطبيقات موزعة بتتصل مع سيرفرز بحثك تكون مثلاً نفترض أنه أنت بتكون صاحب مذخر أدوية وفي صيدليات بتشتري منك دواء هذه الصيدليات بتتصل في المذخر عندك بتعرف كم الكميات اللي عندهم وبنفس الوقت فمتى مثلاً بيحتاجوا وجبات جديدة بدون أن يتصلوا فيك أنت مباشرة ممكن بتطلع المعلومات اللي عندهم وهم مباشرة يتصلوا على قاعدة البيانات اللي موجودة عندك اللي هم بتكون فيها معلومات المذخر اللي خصك وفيها معلومات الصيدليات اللي بتخص الآخرين فبالتالي بيكون بينكم مثلاً آلية عمل أنه ما في حاجة الاتصالات ممكن أنت مباشرة تعرف أمتى الكميات بتفرغ من الصيدليات وبالتالي بتزودهم بحاجتهم وهم أيضاً ممكن أنه بيعرفوا ما هي الأدوية اللي موجودة عندك وشرح عنها واسعارها وتفاصيل وبيعملوا الطالبيات اللي هم بيحبوها هذا مثال كان عن Distributed Application مثال عن ال Application اللي تشتغل على حاسبة وحدة أنا اليوم صاحب مثلاً سوبر ماركت بعمل برنامج على كومبيوتر واحد موجود في السوبر ماركت بيحدد لي المبيعات الكميات اللي موجودة عندي الإكسباير طبع المواد إمتى بتخلص إلى آخره من هذه المعلومات على كومبيوتر واحد في مجال جديد الآن أيضاً وأنا حدخل شوي ببعض المعلومات وقد بالمستقبل بيصر أنه حتى دراسة عليه فيه شي اسمه الworkflows 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 الآن هم من التطبيقات المهمة اللي موجودة في المؤسسات بصورة عامة هذا الworkflows بيدعمه خصيصاً فيه شي إن شاء الله كمان شوي بنتكلم عنه اللي هو الشير بوينت تقنيات الفانديشن والشير بوينت بتتعملنا الworkflows وكيف بييندار عمل المؤسسة وكيف بيكون وهو صراحةً من المجالات الضخمة اللي بدأت تبرز بشكل عام لما مايكروسوفت طرحت المؤسس مايكروسوفت اوفيس شير بوينت سيرفر اللي سنة 2007 وبدأ هذا المجال أنه بياخذ حيز كبير رح نتكلم شوي عنه وهو أساساً من الأمور اللي موجودة في الخطة أيضاً أيضاً من الأمور اللي موجودة فيه على سبيل المثال أنه بيكون عندك سيرفر أو هذا السيرفر أو يكون عندك ديسكتوك كمبيوتر وبتكون فيه أبليكيشنز هي أساساً بتشتغل على كمبيوتر ثاني لكن أنت ممكن أنه بتدخل عليها وبتشتغل ممكن عدة أشخاص بيشتغلوا عليها في نفس الوقت وبدون ما بتستخدم التكنيك تبع الوبسايت فيه أيضاً من البرامج اللي يعني هذه طبعاً تكون الواجهات واجهات برامج اعتيادية ما تكون واجهات ووبسايت فيه أيضاً عندك كيف أنه أنت بتكون في قواعد بيانات مثل Oracle فيه يكون عندك قاعد بيانات Oracle تقدر تنشئ تطبيقات أنت أساساً كاتبها بالفيديو ستوديو 2008 بتشتغل على قواعد بيانات من نوع Oracle وبالتالي أنت بتقدر أو مثلاً على الـ Access إلى آخره من أنواع قواعد البيانات وبالتالي أنت بتقدر بهالحال طالما أنت مبرمج في الفيديو ستوديو بتقدر أنه بتشتغل على أي نوع من أنواع قواعد البيانات وبتعمل أي برامج وما بتكون في عندك محددات وبتقدر حتى بعدين أنه هذه البيانات اللي الموجودة في الأوراكل بتحولها إلى ملفات وسيطة لـ XML وبترجع هذه الـ XML بتنزلها مرة ثانية على قواعد بيانات من نوع SQL وبالتالي بتحول النظام من Oracle إلى SQL وبتشتغل أو ممكن البيانات اللي عندك بالـ SQL بتصدرها على هيئة ملفات من نوع XML تمهيداً أنه بتجي مثلاً شركات ثانية أو أنت نفسك بترجع هذه الـ XML إلى أوراكل وبتشتغلوا على النظام أوراكل يعني حسب هو المطلوب وفي أيضاً عندنا الـ ASP.NET اللي هو بنعرف كيف أنه رح بيكون عندنا فيه سيرفر هذا السيرفر يستضيف في ويب سايت بتشتغل عليه سيرفرس الـ ASP.NET وبتقدم لي بعض التسئلات أنا اليوم شباك غرفتي شوي مفتوح خليني أغلقوا لحتى ما بتجي أصفت الآن ننتقل على موضوع شهادات الـ Professional طبعاً كنت سبحان الله بعد ما غلقت النافذة وعدت سجلت محاضرة وإذا فجأة بعد ما بخلص الموضوع ككل بيظهر من الصوت ما فيه فاضطريت أنه بعيد هذا الجزء ولا بأس في رعادة إفادة على العموم نرجع الآن إلى موضوع أنه الشهادات المتقدمة الشهادات المتقدمة اللي هي Microsoft Certified Professional Developer MCPD هذه ما بتقدر تحصل عليها إلا على أساس أن أنت أساساً حصلت مسبقاً على واحدة من شهادات MCTS هذه الشهادات عموماً في مجال 2008 متكونة من ثلاث مسارات المسار الأول يختص بعملية تصميم وتطوير Windows Application تطبيقات بتشتغل على Windows والثاني يشتغل على تطبيقات ASP.NET والثالث هو Enterprise Application هذا أنت تكون ملهم بالمجال الأول والثاني وكيفية التعاون بينهم إضافة إلى أمور أكثر تعقيد مثل IDO.NET على سبيل المثال يكون عندك والASP.NET في نفس الوقت والكوميونيكيشن فاوديشن أيضاً يكون موجود إضافة إلى الأمور الأساسية المختصة بالويندوز فورم لحتى أن تكون تحصل على شهادة Enterprise هدفنا طبعاً أنه إن شاء الله تعالى أنه أنتم توصلوا لهذا المجال لكن حتى توصلوا بهذا المجال لسه في أمور نحتاجه ونتكلم عنها خلينا الآن نرجع على المنهج نشوف هذا المنهج المنهج هذا يا شباب أحنا أول ما بدينا مثل ما تعرفون بدينا في مقدمة C 2008 متكونة من 36 محاضرة هذا هو هذا هو البيجنينج المكون من 36 محاضرة هذا طبعاً كان المنهج ما كان كافي أنه بيوصلك إلى مرحلة احترافية لكن كان يكفي أنه أنت بتتجاوز عتبة البداية بشكل ممتاز لحد الآن كان التكنيك المتبعد أننا اشتغلنا على موضوع اشتغلنا بالبداية أنه بنشتغل على البرامج اللي بتشتغل في بيئة الكونسول اللي هي Underdose هذه هي شاشة الدوز السبب اللي خلانا أنه بنشتغل على هذا المضمار أساساً هو احنا كان بنرغب أنه بنقوي البنية التحتية تبع كل شخص فينا انت لما بتضبط أمور الكود وبتفكر باللوجيك أو المنطقة اللي خاص في كيفية إنشاء البرنامج بعد ذلك الأمور الصير كثير أسهل وكثير منكم الآن لما بلاحظوا الكود اللي بنكتبه كان في مرحلة من الصعب أنه يفهموا الآن أصبحوا بنفسه يكتب كود أو بيلقى أفكار وما بنسى بعيد وبكرر دائما أنه إحنا جميعاً دائماً بنحتاج أنه بنحل أمثلة وتمارين لحتى الأمور بتكون أفضل وأنا يعني اعتباراً من الآن بديت أفكر يعني بديت أحضر أنه برامج بتكون أشبه بمشاريع صغيرة إن شاء الله مع التقدم الوقت نبدأ بنشتغل فيها على العموم الآن إحنا وصلنا إلى منهج Object Oriented Programming أخذنا المحاضرة الثامنة كانت الأخيرة قبل فترة كانت محاضرة مجرد شرحان المبادئ وفي الآن محاضرات إن شاء الله بنأخذها تباعاً حوالي خمس أفصول أو خمس محاضرات مثل ما بنلاحظ الآن بعدها راح ناخذ C Language Enhancement لكن المنهج اعتباراً من الآن ما راح يصير بطريقة أنه بيكون هذا الكتاب يكمل مئة بالمئة لحتى نبدي بمسألة ثانية مثلاً لا الآن راح يبدي يصير تداخل من وين يجي هذا التداخل؟ خلينا نشوف في كتاب أنا رفعت لكم إياه إن شاء الله مع هذه المحاضرة بتلاقوه هذا الكتاب يتكلم عن Beginning C 2008 Object Oriented Programming عجبتني ابتسامة هذا الشخص أتمنى دائماً أنه بنلاقي وقت نبتسم هذا الكتاب لو بنلاحظ فصول في البداية بالبداية راح يعطيك نبدأ أما عن ما هو الـ Object يأخذها بشوي تفصيل في مثال حلو ممكن إن شاء الله مستقبلاً بنمر عليه لكن الآن طبعاً هذه محاضرة فقط هدفها أنه معرفة شو راح نساوي بيقادم الوقت هذه الفصول اللي بنلاحظه هون من الثالث للثامن هذه أردي احنا أخذناها بكتابنا اللي هو كتاب Beginning of C يعني كافية التعمل مع متغيرات Reference Data Type هذا حكينا عنه الفرق بينهم بين Value Data Type في المحاضرة الأخيرة الـ هذا اللوب عبارات الـ أيضاً تكلمنا عنها بعدين راح يبدي يتكلم عن الكلاسز الخاصة بـ Object Oriented Programming وبينتقل بعدها أنه كيف بنخزن أو بنعمل برامج وبنخزن هذه البيانات على ملفات شخصية هذا الكتاب إذن هو فيه انتقالة إضافية في موضوع الـ Object Oriented Programming حتى نفهم أنه كيف راح يكون شغلنا راح يكون شغلنا يكون بالشكل التالي خلينا نشوف هذا الـ Diagram هذا الـ Diagram الآن في موضوع الـ Object Oriented Programming فقط بنركز على الأمور التالية الآن في منهجنا منهج 2008 الـ Beginning 2008 اللي هو الكتاب اللي احنا بندرسه هذا هو الكتاب في هذا الكتاب راح بندرس الأمور التالية لحتى نشوف التساثل حناخذ الدروس 19 و 11 و 12 و 13 و 14 هذه الدروس اللي بتضبط لي هذه الدروس اللي نلاحظه هون هذه اللي هي بتضبط لي الشغل الخاص فيها والمفاهيم اللي بشتغل فيها في بيئة الـ Council أو بيئة Windows بعدها راح بننتقل بعد ما بنضبط هذه المشاريع راح نكون هون بدينا يعني الـ Skill أو المهار الأساسية اللي بنحتاج لها ومن نفس الكتاب ننتقل على موضوع Windows Project راح ناخد الدروس 15 و 17 و 18 هذه الدروس هذه الدروس طبعا مثل ما بنلاحظ هون انه راح تكون فتكون المواضيع فتكون المواضيع ناخذ مقدم عن كيفية انشاء الفورم بالـ Windows وبعدين ناخذ Advanced بعدها متكلم على الـ Command Dialogs اللي هي أو Dialogs اللي هي كيف انه شايفين مثلا لما نقول له هنا من هون فايل ونقول له Open مثلا هذه هي شاشة هذه هي شاشة عفوا هذا هو يعني بها الطريقة هذه انه ما بتفتح حسنا انت اخترت فايل هذا هو الـ Open Dialogs وبعدين كيف نعمل الـ Deploying سيكون مسؤول عن انه كيف ممكن بتوزع هذا البرنامج الاخرين لحتى يقوموا بتنصيبه ومن ثم يعملوا عليه وبنترك موضوع بـ Programming ننتقل مباشرة من درس الثامن عشر الى الدرس 24 في الدرس 24 راح ننتقل الى موضوع File System Data هو انت كيف تنشئ ملفات نصية خاصة فيك بتخزن فيها المعلومات اللي بتحبها حاليا احنا كل البرامج اللي بنشتغلها لما بننفذ بيقوم بعطا نتائج لكن لسه ما مستخدمين ملفات بتخزن انه هذه النتائج ففي File System Data هذه يعني كبداية حتكون في عندك ملفات انت بتختار اساميها امتداداتها بتخزن فيها نتائج اللي بتحب انه بتعملها واحدة من التطبيقات طبعا اللي بتشتغل بهذا التكنيك موضوع مثلا التطبيق اللي خاص بالـ Exchange Server بيخزن صندوق البريد لـ Store Mailbox والـ Mailboxes والبريد اللي بيوصل الـ E-Mails اللي بتوصل لهذا الصندوق كلها بيخزنها في قاعدة بيانات قاعدة بيانات من نوع File System Data لو الـ Exchange Server ما كان عنده قدرة انه بيستخدم الـ File System Data كتكنيك كان اضطر انه يستخدم الـ SQL وبالنتيجة كان الامور صارت اصعب لانه الـ SQL هو بحذة وتطبيق يكون ثقيل شوي الـ Exchange Server تطبيق اثقل يكون وجود على السيرفر فبالتالي كانت المسائل بتكون شوي عقد فلحتى يبسطوا الامور اختاروا بالنسبة الـ Exchange Server انه بيشتغلوا بطريقة الـ File System Data بيكون فيه ملف خاص بالـ Exchange Server بتنخزن فيه جميع المعلومات وبالتالي بيكون التطبيق هذا اخف مما لو استخدمنا قاعدة بيانات مثل SQL فنتعلم ان شاء الله تعالى انه كيف راح نستخدم File System Data حتى نعمل برامج ونخزن قيم هذه البرامج في قاعدة بيانات او ملفات احنا بنختار اساميهم وامتداداتهم بعد ما بنتعلم هذا الشي وكيف بنخصف File System Data بنرجع على كتاب الـ Beginning Object Oriented بنرجع على كتاب صاحبنا هو ابتسامته الكبيرة والله انا معجب بابتسامة هذا الرجل عموما بنرجع على على مفادات هذا الكتاب بناخذ مرة ثانية بنرجع بنعيد بعض المعلومات ومتدعم معلوماتنا اللي كنا احنا مسبقا اخذناها في كتاب الـ Beginning C بناخذ هذه المعلومات لكن هذه المرة ناخذها ضمن بيئة الـ Windows يعني احنا لما بنشتغل على كتاب مثل ما ذكرنا ميران كتاب الـ C الاعتيادي جميع هذه التطبيقات راح تشتغل جميع هذه التطبيقات راح تشتغل ضمن بيئة الـ Windows ثم بنتقل الى بيئة الـ Windows اعتبارا من Part 2 الآن بنرجع بنعيد بالكتاب الثاني بنرجع بنعيد بعض المفاهيم اللي قد نكون ما تعلمناها خلال هذه الدروس وطبعا لما بنعيدها بنعيدها بتكنيك مختلف وهلا بخبركم كيف بنرجع بنعيدها لما بندرس كتاب Object Oriented 2008 راح ناخذ فوزه التكنيك المختلف هو في كتاب الـ C احنا بخذنا بالمفاهيم بعدين بناخذ كيف بنشتغل على Windows وكيف بنشتغل على Fire System Data بعدها لما بنرجع لهذه المفاهيم ضمن بيتة الـ Windows راح تكون مباشرة من خلال تطبيق مشروع صغير وينتهي هذا المشروع بخزنه في ملفات لحتى يكون عندنا مشروع متكامل وهذا المشروع ممكن يكون على سبيل المثال مصارفنا الشخصية خلال شهر المواعيد اللي عندنا بتظهر لك دفتر مذكرات بنعمله مثلا إلكتروني إلى آخره من الأفكار اللي ممكن تكون عندنا هذه إن شاء الله بنطبقها باستخدام Beginning Optical Target 2008 وبانتهاء هذا الموضوع يعني بنمتلك الذكاء والخبرة الكافية لحتى بننتقل إلى ما هو أوسع هذه المفاهيم اللي بنشوفها انه بعد المفاهيم رح ناخذ مفاهيم الوندوز اللي هي مثل ما شفناها هتكون هذه مفاهيم الوندوز وبعد مفاهيم الوندوز بنرجع نتعامل مع الملفات النصية الخاصة بمشاريع صغيرة اللي هو رح يكون عندنا هذا الجزء هو المكمل لهذا الموضوع إن شاء الله تعالى الفكرة إلى حد الآن إن شاء الله تكون واضحة طبعا بعد ما بنكمل تعمل مع الملفات النصية وكذا هذه الأمور بننتقل إلى مسألة ثانية اللي هو إنه نبدأ بنشتغل على موضوع الوببروغرامنج مثل ما بنشوف هون الوببروغرامنج يا شباب يعني هذا في الكتاب الأساسي عدنا إحنا خمس فصول فقط بتكون هذه الفصول وظيفتها يعني بتعطيك لنقل مدخل أو فكرة إنه كيف بتشتغل على الوببروغرامنج على الوببروغرامنج أنا شوي صراحة يعني الآن دماغي شوي مشتت في أكثر من الموضوع في بالي لكن خلينا نكمل هذا الجزء الوببروغرامنج إنه أنت بتشتغل بتنشئ تطبيقات هذه التطبيقات ممكن إنه بتشتغل على سيرفر وهذا السيرفر بالتالي متاح للجميع إنه بيدخلوا وبيشتغلوا نعطي مثال على يعني التكنيكي بيشتغل باستخدام هذه التقنية مواقع مثلا مواقع بيع الكتب على سبيل المثال موقع أنت بتدخل على هذا الموقع بتشوف كتاب بتعمل إضافة هذا الكتاب على مثلا أو ليه إحنا ليه إحنا مثلا يعني نحكي مباشرة على يعني على أرض الواقع خلينا هون هل بنشوف إنا موقع مثلا الإي باي على سبيل المثال هذا موقع الإي باي في هذا موقع الإي باي الآن اللي راح نقوم فيه إن شاء الله تعالى إنه بنبحث عن الشيء وبعد ذلك بنشتري هذا الشيء خلينا شوي نوقف الفيلم لحتى يكمل تحميل الآن مثلا بحب إنه بشتري كتاب معين مثلا بقول له سي سي مثلا اس بي بوكس بعمل الآن بحث بنلاحظ إنه فيه مجموعة من كتب خاصة بال أو بالسي سي اس بي كل واحد موجود فيه سعره الآن أنت بتختار الكتاب اللي بتحب تشتري مثلاً الآن بتعمله بايت طبعاً الآن راح يطلب بني ساين إنه مفروض بدخل هون الأكاونت اللي عندي والباسورد هذه عملية إدخال الساين وبعدها راح يطلب منك معلومات تتعلق مثلاً بالفيزا كارد وإنه رقمها وكذا هذه المعلومات اللي حتى تتفاعل وحتى تشتغل بتحتاج إنه تكتب تطبيق باستخدام مثلاً اس بي دوت نت لما بتكتب هيك تطبيقات بتقدر إنه بتشتغل مثل هيك يعني مواقع ويب سايت فهذا كان مثلاً مثلاً عن واحدة من الفوائد اللي احنا بنستفاد منها من اس بي دوت نت لكن الآن لو نرجع الكتاب نشوف بهذا الكتاب في فقط إنه خمس فصول طبعاً هذه الخمس فصول ما بتكفي نهائياً إنه أنت بسيطر على كل المادة فعلى هذا الأساس بنحتاج ننتقل إلى كتاب جديد هو هيكون كتاب اس بي دوت نت هذا هو الكتاب مثل ما بنلاحظ كتاب كبير حوالي 1750 صفحة تقريباً هذا الكتاب راح تكون في كل التفاصيل الضرورية البطلوبة اللي يدخلينها بنشتغل القواعد البيانات بنستخدم الايد دوت نت بنستخدم اللينك بنستخدم الاكس اميل اللي هي اللغة الوسيطة لحتى بحول ما بين قواعد البيانات مثلاً وبقدر أحول من أوراكل إلى اسكيو ومن اسكيو إلى أوراكل باستخدام هذه الاكس اميل بالنتيجة هذا الكتاب هو اللي بيعطينا مجال احترافي حقيقي مثل ما بنلاحظ كتاب يعني أبداً حجم مو قليل وبراح يتاج وقت طويل وأثناء ما احنا بنشتغل بهذا الكتاب راح بنوصل إلى موضوع الاجكس سيرفر هذا الاجكس بحذاته أيضاً بيكون انطلاق إلى كتاب آخر وهذا الكتاب أيضاً بيكون بحدود 1800 صفحة بانتهاء بنكون سيطرنا على المادة يبقى عدة كتاب البروفيشنال هذا هو كتاب البروفيشنال أيضاً اللي رفعت قبل فترة قليلة كتاب البروفيشنال هذا بيكون يعني أنا بوصف كتاب البروفيشنال ويكون زي الحلوى ما بعد الوجبة الرئيسية فيه طبعاً مواضيع متكررة مثل الرأيز لكن قد تكون فيها شوي أمور أكثر تقدم يعني بنتكلم عنها الجنريكس أيضاً راح ناخذها مثلاً الديليكيتس إلى آخره في كثير مواضيع راح نكون أساساً مرين عليها لكن تكون فيه إضافات هذه الإضافات اللي أنت لما بتتعلمها مثلاً مساء السيكورتي هون بيناقش هكذا الترانزكشنز الويندوز سيرفرس وكيف تتعامل معها هذه الأمور أنت لما يعني بتتعلم أنه كيف هذه الإضافات بيسيطر عليها بيكون البرنامج عندك أقوى هذا المواضيع المهمة طبعاً الوركفلو أيضاً وقد أيضاً يعني وإحنا أثناء ما بنمر على الموضوع قد بيظهر الكتاب أو بنشتغل على الكتاب بيتكلم فقط عن الوركفلو فاونديشن على سبيل المثال ومن بعد ما نتكلم عن الوركفلو فاونديشن راح نجد أنفسنا تلقائياً محتاجين أنه ننتقل على الشير بوينت فالخطوات خليت نعيدها نشوف كيف تكون راح يكون عندنا الآن نحن في مقدمة السي بنتحول على برمجة الكيانات هذا الكتاب الثاني اللي فيه 15 محاضرة البروفيشنال سي الكتاب اللي قلناه زي الحلوة ما بعد الوجبة الرئيسية بيه 48 محاضرة برمجته بهذا الكتاب اللي شفنا اليوم هذا الكتاب هذا الكتاب راح يكون مكون من 34 محاضرة الـ قد نكتفي بدرستهم بداخل الـ او قد أيضاً بناخد كتب مفصلة بندرس عنهم سيرفر اجاكس يكون كتاب مفصل بندرس عنه الـ اساساً فقط موضوع المنتننس بيحتاج عشر محاضرات موضوع الـ عشر محاضرات وموضوع الـ بيحتاج أيضاً عشر محاضرات بعد كل هذه هذه السلطة اللي نسميها بننتقل إلى الشير بوينت والشير بوينت أيضاً 2007 هو جداً قوي يعني بتستخدم أنه كل هذه الأدوات بتربطها مع بعض لحتى تقدم لشركة معينة عمل ووركفلو أو تتبع عمل أو تدفق بيانات المؤسسة بتكون بشكل جداً قوي يعني هذي مفاهيم يكون مستقبل إن شاء الله لو بنتطر نحكي عنها لسا عدنا كثير أمور لسا عدنا في قواعد البيانات لما بندرس عنها بندرس أمور مثل الـ وعمليات الـ كيف بتحل البيانات كيف بتحول هذه البيانات اللي أنت يعني بتستلمها من المستخدم الاعتياد اللي في دائرة معينة مثلا بتشتغل نظام ورقي بسجلوا قلم وبيسجلوا معلومات وكذا كيف هذه المعلومات بدك تحولها لبرامج على الكمبيوتر بتعمل مقابلة معهم بتعمل عملية تحليل بيانات بعد ما بتحلل بتحول هذه البيانات إلى جداول هذه الجداول بتطبق عليها بعد ذلك اللي احنا بنسميه normalization إنه كيف بتبسط هذه الجداول بعد ما بتبسط هذه الجداول كيف بتنشئ relationship ما بين هذه الجداول وبتعمل لها علاقات وبعد ذلك بتعمل design للكود وبعد ذلك بتعمل implementation للكود وبعد ما بتعمل implementation للكود بتبدي مرحلة testing وبعدها مرحلة maintenance وupdating وimprovement حسب النيس الجديدة اللي بتظهر يعني بتلاهظوا عدنا يعني عدنا كثير 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 شغل والمادة أكثر من إنه تكون مجرد مادة ضخمة بكل هذا احنا هذا طبعا من ناحية إنه كيف راح ندرس أما من ناحية التطور العامي اللي راح يكون عندنا فبعد ما إنه إحنا بندرس مشاريع صغيرة خاصة بالملفات النصية والobject oriented بننتقل التعامل مع وب ونبدأ أيضا المشاريع صغيرة بعدها لما نربط الوب بقواعد بيانات باستخدام ال-link وال-id.net بننفذ مشاريع متوسطة بعدها ننتقل إلى server والajax بتكون عندنا مشاريع ضخمة وبعدها ننتقل إلى يعني زي ما ظهر مثلا ال-vmware وال-voice over IP ال-vmware ظهر في مجال virtualization وال-voice over IP في السيسكو اللي هي بتعتبر موضة العصر عادنا sharepoint هو موضة العصر بالنسبة لموضوع البرمجة الله كريم إن شاء الله لما بنوصل له بنشوف كيف بعض سنتين أو ثلاثة يمكن أو أربعة بنشوف كيف أنه في وقتها الله سهل لنا إن شاء الله وبندرس على ال-virgin اللي بينزل وقتها الآن المادة مثل ما بتلاحظه صارت أوسع الآن المادة صار فيها تفاصيل أكثر سؤالي بيطرح نفسه إنه إحنا فقط الآن هذه بعض من الكتب أمامها عدد المحاضرات وفي كتب لسه ما يعني ما دققت إنه أي كتاب أختار أو كم عدد المحاضرات الحد هلا صار عندي 143 محاضرة في حين إحنا كان الكورس المفروض كله يتكون من 36 محاضرة طيب هذه الـ 143 طبعا بالنهاية بالصفي إنه تقريبا 200 محاضرة لما بجاوب على هذه علامات الاستفهام لسه يعني بقول وقت مبكر ما بحب إنه بختار كتب وبعدين بنرجع بنبدلها أو بنصادر فأنت لما بتوصل إلى مرحلة إنه أنت تقريبا يعني بيكون عندك تقريبا 200 محاضرة هذا الرقم جدا كبير طيب هذا إحنا بنقدر إنه يعني إنه خل بنقول إنه بنسيطر على كل هذا شباب أنت أعدكم يعني أعدكم الاختيارات التالية الاختيار الأول أنه أنت أنا بالنسبة إلي يعني بظن أنه ذكرت هذا الأمر أنا بالنسبة إلي موضوع البرمجة بصورة عامة يعني هذه البرمجة أنا هذا شغل بعتبره شغل إضافي أو مدخول إضافي لإلي ما هو هو الشغل الأساسي اللي أنا متخصص فيه أنا الشغل الأساسي هو في حاجات يعني متعلقة من جال الكمبيوتر لكن في مسائل ثانية فهذا الموضوع أنا ما بقدر أنطي يعني وقت أكثر من اللي بعطيه الآن عن جد فبالنتيجة بتكون سرعة سير نهية مثل السرعة الاعتيادية بنتكلم عنها الآن كل ما بيجي لي وقت إن شاء الله كل ما بصر لي فرصة بحاول أنه يعني بعض المحاضرات بنزلها أحاول أنه بساعد في هذا الموضوع لكن هذا يعني هذا مثل ما بتلاحظه مشروع جدا ضخم يا أضخم من أي مشروع ممكن أن ينطرحه ما بيتمكن شخص واحد أنه يعني بيمر على كل هذه المواضيع وبيجرحها لكن أنا يعني بصراحة حبيت أنه بمر على كل شي حتى أنه كل واحد فيكم يحب يتخصص في شيء أو يحب أنه بيتعلم كل شيء يعني كل شيء يكون موجود متاحلة فالحال اللي يكون موجود أما بيكون من بينكم أشخاص عندهم قدرة في بعض المواضيع يعني قد يظهر لي الشخص بيقول لي أنا مثلا في الـ SQL مسيطر وجدا ممتاز مثل قبل كميون كان في شخص يعني كان بيعاتبني أنه ليه أنا بتأخر بإنزال المحاضرات وفي نفس الوقت بيقول أنه حصل على شهادات في الـ SQL وكذا طيب يا أخي يعني لحتى أنه بتكون المسائل أسرع ياريت حضرتك بتساعدنا شوي بتمر الأمور أسرع وتاخذ حسنات أيضا وبتساعد الأخوة بتساعدني أنا نفسي في أنه بدل ما بحط وقت أنه بسجل عشر محاضرات بتخص الـ SQL بتقدر أنت يعني ببساطة أنه سهل أن هذا عشر محاضرات فقط مضيفة إلى المنهج اللي عادنا فبالتالي تكون المسيرة أسرع فهذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني أنه إحنا بنفشي بالطريقة الاعتيادية اللي بيقدر يسبقني يعني أنا بنزل المحاضرات بنزل الكورسات اللي بيقدر يسبقني خلي توكل على الله ويعني وينطلق مثل ما بنقول يعني لا ما بيحاول أنه بيصير معي واللي لا بيشوف إحنا يعني سرعتنا كويسة وأنه بيأخذ اللي بيحتاجه وقد يكون مثلا طالب جامعي ومهتم فقط أنه بيحصل معلومات اللي محتاجها في الجامعة فأوكي يعني بيصير معنا في هذه المحاضرات هذه المحاضرات يعني لو بنحسب أنه 200 محاضرة ما بظن أنه ممكن بيخلصها قبل ثلاثة أو أربع سنوات أو حتى خمسة واحد بيقول طيب بها الحال أنه المعلومات راح حصير قديمة المعلومات ما حصير قديمة لسبب بسيط أنه أنت الآن مثلا في سنة 2008 على سبيل المثال عندك المنهج هو 100% هذا اللي الآن هو متاح لألك يعني هذه نفترضها احنا أنه أنت عندك 100% طيب سنة 2010 راح ينزل نظام جديد هذا المنهج القديم راح بيساوي 80% مثلا من حجم المنهج زائدا 20% إضافات سنة 2013 هذا المنهج الجديد اللي هو بالمية 100% أيضا يساوي مثلا 85% زائدا 15% إضافات فأنت لو تحسب أنت هون بيكون عندك في زيادة 20% وهون بيكون عندك زيادة 15% أي أنه أنت المنهج اللي راح تقرأ من الآن إلى سنة 2013 راح يعادل تقريبا بنقول أنه 65% ويبقى عندك في وقتها بتحتاج بتعمل إضافات حوالي يعني طبعا النسب ما هي مضبوطة لكن أنا بأعطي مجرد مثل بتعمل إضافة حوالي 35% فإذا هذا المنهج هو ما بينتهي عندك هذا المنهج هو أساس هو موجود المفاهيم نفسها بتبقى بتستمر لكن في تطويرات هذه التطويرات بتحاول أنه خلال الوقت سيطر عليها خلال ثلاث أربع خمس سنوات كحد أقصى بتلاقي روحك مبرمج متمكن جدا ومسيطر على كل الأساسيات في هذا الموضوع وبتحصل يعني إن شاء الله تعالى أعلى راتب في مجالك هذا هو المتاح عندي وهذا اللي بملكه من وقت وجهد أتمنى تكون المساء الواضحة ومفهومة للجميع لحتى ما بيعتبوا الأخوة أنه ليب يعني مسيرتنا بتكون بطيئة مثل ما بتلاحظوا يعني أنا لو أريد كل أسبوع أسجل محاضرة بحتاج 200 أسبوع طيب السنة فيها يعني كل سنة واحدة بالساوي 52 أسبوع فأنا بحتاج تقريبا أربع سنوات لحتى أنه بقدر يعني أوفي كل هذا المنهج تقريبا هاي طبعا في حال أنه أنا كل أسبوع بقدر أسجل محاضرة أما إذا احتاجت كل أسبوعين محاضرة فهاي احنا بنحتاج ثمان سنوات لحتى أغطي هذا المنهج عموما أنا إن شاء الله تعالى أستمر في قدر استطاعتي وبتمنى أنه بفيدكم وبتستفادوا لكن برجع وبقول أنه أنا ما بعطي وعد أنه أنا بكمل كل هذا ألا أستمر إن شاء الله تعالى طالما يعني الله سبحانه وتعالى كاتبنا الحياة يعني فقط بقول أنه تعذرونا عن التقصير في سؤال يعني أو في حكاية حبيت أحكي لكم إياها ليه أنا أساسا يعني ما كتفيت أنه بعطيكم مفاهيم عامة وخلاص يعني هذه يعطيتكم مفاهيم عامة وكل شخص بيروح هو أنه بيطور إمكانيات وينتهي الموضوع بصراحة يا أخوان يعني أنتم بتشوفوا هذا الكتاب اللي احنا بندرسه أساسا كتاب البيجن انجفيجوال سي هذا الكتاب أنا أول ما شفت بصراحة على الصبت يعني عن جد على الصبت والضايقة لأن يعني الشركات أو الجهات اللي بتنتج المصادر التعليمية عدها نوع من اللؤم وأنا بقولها صراحة نعم في نوع من اللؤم السبب هذا اللؤم أحكي لكم هذه الحكاية البسيطة وبعدها برجع أنه بكمل ليه أنا يعني معصب من هذا المنهج فاكرين دالة اللوغاريتم أو اللوغاريتم أو اللوغ تقول له مثلاً 10 لوغ 2 أو 10 لوغ 10 على سبيل المثال اللي بيعطيك نتيجة هذه الدالة احنا درسناها في المرحلة الثانوية وأيضاً درسناها في الجامعة وتخرجنا من الجامعة واحنا ما نعرف شو هو فائد اللوغاريتم أو هذا اللوغ مثلاً أنا الآن لو حبيت أكتب برنامج أو بعمل تطبيق وين بدي أستخدم هذا اللوغ؟ صراحة الآن يمكن كثير منكم ناس ما بيعرفوا هذا اللوغ استخدامه بالواقع وين موجود أو كيف بيكون مرة من المرات تعرفت على الشخص وأصبح بعد ذلك صديق عزيز هو الأخ مونير هو يعني أنا من الناس اللي في موضوع الرياضيات يعني بلجأ له لما بيكون عندي استفسار أو حاجة ربنا يزيده إن شاء الله تعالى من فضله ويزيد علمه فسألته قلت له مونير هذه اللوغ يعني كيف ليه بنستخدمها وشو هي فائدتها بالحياة الواقعية وأنا اليوم لو حبيت أنه أكتب برنامج هذا البرنامج كيف بدي أن نستعين بهذا اللوغ بحيث تكون في فائدة حقيقية منه فكان جواب مونير قال لي أنت اللوغ ممكن تعطيه small value ويرجع له قيمة كبيرة فبالنتيجة هذا اللوغ اللي تدخل فيه في قيمة صغيرة وبيترجع له قيمة كبيرة هذا بيستخدم في أجهزة الساتيلايت على سبيل المثال أو يستخدم في البرامج اللي أنت لما مثلا الآن أنا عندي مثلا يعني بنشوف هذه الصفحة بعمل لها print preview مثلا والآن أنه بعمل لها zoom هذا زوم اللي عملته أنا أنه كبرت حجم هذه الصفحة لو كانت هذه الصورة وأنا كبرتها اللي يقوم بعملية تكبير هو دلة اللوغ أنه بياخذ القيم الصغيرة وبعد ما بياخذ القيم الصغيرة يعني هذه كانت 100 بالمئة مثلا نخليها الآن 200 بالمئة هذا التحويل من 100 إلى 200 بالمئة هذه المئة بالمئة حتكون قيمة صغيرة قياسة للـ 200 بالمئة فبالتالي أنه راح بيكبر الصفحة مثل ما بيلاحظ فهذا التكبير وهذا التصغير المستخدم بيستخدمه في تكنيك اللوغ لكن بنرجع عنه ليه أنا متضايق أنا متضايق بصراحة يا شباب لأن أنا متضايق لأن احنا بندرس شيء وهذا الشيء لما بيعطونا إياك معلومة بنعرف مثلا كيف بنشغله لكن ما بنعرف كيف بنوظفه بمجالات حقيقية وكثير من مناهجنا العلمية اللي موجودة في المراحل الإعدادية والجامعية بندرس شغلات بصراحة أما بتكون مواد تاريخية أنه في سنة أربعين صنعوا كومبيوتر وكان هيك بيعمل يعني ما احترامي لمناهج الجامعية يعني أنا بعتبرها مناهج فاشلة جدا أو بيعطيك أمور أساسا أنت ما بتستفاد منها مثلا مثلا هيك بيدرسك رياضيات وبيشعلك عن التكامل والتفاضل وبعد ذلك طيب وين أوظف هذا التكامل والتفاضل ما بتعرف فلذلك أنا قررت بعد الاتكال الله سبحانه وتعالى أنه هذه الكتب اللي هي وظيفتها أنه فقط بتحطنا على البداية ما راح تكون كافية بنحتاج حقيقة إلى أنه احنا بنوظف هذه الأمور الأساسية التي تعلمناها في مشاريع في برامج لحتى نكون يعني بنقول وولكام تو ذريل لايف أنا وسهلا فيكم في الحياة الواقعية هذا هو الهدف اللي بيكون من محاضراتنا بإذن الله تعالى أصور أنه أنا طولت عليكم كثير وأنا آسف للوقت اللي أخدته منكم يعني حكينا كثير وأتمنى بتكون الآن الصورة إن شاء الله أوضح أتمنى الله سبحانه وتعالى أنه بيسهل لكم عملية الدراسة وبيسهل إلي عملية تسجيل المحاضرات وطرحها لكم بطريقة تستفادوا منها بإذن الله تعالى وأنا صراحة مسرور لأن مثلا بلاحظة الآن الدروس يعني أصبح تقريبا كل درس بينزلوا حوالي ألف شخص وهذا طبعا يعني رقم أكثر من اللي كنت أتوقعه بالتأكيد هذا بيعطي حافز ودافع إن شاء الله تعالى نحو المزيد ونسأل الله أن يتقبل هذا العمل مننا وهو خالصا له ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم أعمالكم وبمناسبة حلو الشهر رمضان لا أنسى الدعا لكم أن يتقبل الله صيامكم وقيامكم ولا يأتي إن شاء الله العيد إلا وأنتم اعتقاء من النيران بإذن الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن يوحد كلمتنا ويوحد صفوفنا ويبعد عننا الانشقاق بغض النظر عن الأفكار أو المعتقدات أو حتى المذاهب لأن أحواج ما نكون إلى الترابط لمواجهة الأخطار الحقيقية التي تحيط بنا ما ناوي أقلبها السياسة لكن هي رسالة صغيرة حبيت أن أوصلها وأختم موضوعي أن آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته